سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على حي البريد في مدينة الرقة معقل ما يعرف بدولة الإسلامية فيما طلب تنظيم دولة من أهالي شارع القطار شمالية مركز المدينة إخلاء منازلهم بأسرع وقت ممكن دون الكشف عن تفاصيل إضافية هذا وشهدت مدينة الرقة منذ منتصف الليل اشتباكات عنيفة بين الطرفين بالتزامن مع غرات لطيرات التحالف الدولي على المدينة